أول سؤال عندنا من حساب حياة بيقول السؤال الكلب اللي بيتربى في البيت ينفع اتصلي في أي مكان هو راح فيه في فرقة ما بين المكان اللي بيقض فيه الكلب اللي هو زي بيت الكلب اللي هو بيكون فيه كتير من الأشياء اللي ممكن تكون جلبة نجاسة أو إنه يكون إنه عدة بس فتعديته إذا كان المسألة جافة وما فيش أي حاجة فما فيش مانع إنه أصلي في المكان اللي هو عدة فيه لكن لابد إنه إحنا نقول كده الاحتياط ضروري جدا جدا في إنه إحنا نجعل مكان ما بيدخلوش الكلب ده وهو المصلى يعني مكان كده نخصصه للصلاة ما يدخلوش ويبقى هو المكان ده لكن من جهة الصلاة لا ينفع إنه أصلي فيه مجدام المكان ده وات مش ناجس وإذا قلنا إحنا بنفتي بفتوى إن الكلب كله طاهر لأن كل حيوان طاهر على ما قالته السادة الملكية يبقى هو لو عد من مكان وما فيش أي نجاسة كانت في قدمه أو ما فيش أي نجاسة نزلت منه ويبقى المكان ده تجوز إنه أنا صلي فيه ولا تبطل الصلاة إذا أنا صليت فيها يبقى ده السؤال أول لكن أحنا بنحب ننبه إلى مسألة ماذا إنه خلينا نخلي فيه مكان ما بيدخلش في الكلب عشان يبقى هو ده المصلى اللي إحنا بنصلي فيه السؤال التاني من حساب الحاج عبد الجواد بيقول يا شيخ في مبلغ من المال في البنك يصرف منه كل ثلاث أشهر للاستعانة يعني بيجي الريع كل ثلاث أشهر للاستعانة به في الصرف للحياة يعني بينفق منه حيث إن الدخل لا يكفي وهذا المبلغ بالغ النصاب فكيف أخرج الزكاة المال إذا كان ده وقت على الوصف اللي حضرك بتقول ده يبقى بتطلع عشرة في المية من الريع عشرة في المية من الريع يعني عشرة في المية من الريع كل ما يجي لك المبلغ اللي بيجي لك كل ثلاث أشهر ده نفترض إنه هو سبعمائة جنيه يبقى تطلع منه سبعين جنيه تلتمائة جنيه تطلع منه تلات تلاف جنيه يبقى تطلع هكذا يبقى أن تطلع عشرة في المية من ماذا من 10% من الريع يبقى سبعمائة تطلع سبعين تلات تلاف تطلع تلتمائة هكذا وتطلع عشرة في المية من الريع يبقى تطلع عشرة في المية من الريع والفتوى مش إنك أنت تطلع 2.5% على المبلغ وعلى الرئيع لا تطلع من الريع كل ثلاث أشهر ما تستناش لإن فيه خطأ بيعملوا الناس يستنوا لآخر السنة ويطلعه عشر من الريع كل ما يجيله الريع ده طيب السؤال اللي بعد كده سؤال من حساب ميوش بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايزة ده حساب فتاة عايزة اسأل حضرتك سؤال في ناس بتاخد الاية الكريمة يا ايو الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا حجة للتعارف على الفيسبوك او واتساب ده صح ولا غلط او شوية بس احنا محتاجين ايه لو انا فهمت السؤال صح وانا اقول لكم على اللي فهمته صح واقول لكم على المعنى اللي ممكن يؤخذ به الاية هم بيقولوا ايه ان الناس بياخدوا الكلام ده عشان الناس يكون بينهم علاقة هذه العلاقة مبنية على ان هي تعارف تعارف يعني ايه عنا تعارف عشان ندخل للجواز لا احنا عنا تعارف عشان نتعارف فاذا تعارفنا وكل واحد فينا اتبسط من التاني نتجوز لا كده غلط يعني ايه انبسطنا مع بعض كل حاجة لازم لازم ندققها فيها شوية ليه بقى اقول لكم شوية حاجات احنا شفناها في الفترة الاخيرة دي ايه اللي حصل في فترة اخيرة ان التعارف ما بقاش تعارف ده بقى سيولة في العلاقات يعني ايه سيولة في العلاقات ما تستعجلوش بقى سيولة في العلاقات ايه سيولة في العلاقات يعني في حد بتعرف على حد فالدنيا بتسيح وما فيش ضابط فإزاي واحد بتعرف على حد ولا فيه ولا فيه خطوبة ولا فيه لأن التعرف ده ما لهش أي علاقة خالص بمراحل الزواج يعني لا هو زواج ولا فيه عيس ما نصف الزواج ولا أي حاجة فبيحصل ليه ما بين الناس خد بقى من الأسرار احنا بنتعرف بقى فتقوله كل أسرارها حتى المعاصي اللي هي سترة نفسها فيها تقوله ما احنا بنتعرف بقى ما ايه اللي حاصل بقى ما أنا لازم كل حاجة تبقى شفافية ها الشفافية ما تعنيش إن أنا أكشف عوراتي ده حرام إن أنا أكشف عوراتي وكمان عوراتي الباطنة لحد تحت داعي ايه التعارف وإيه اللي حاصل ربنا أمر بالستر مش أمر بالتعارف اللي فيه كشف العورات أنا اتكلمت عن كشف العورات الايه؟ المعنوية لكن ده كمان فيه كشف عورات حسية كمان فالتعارف اللي غير منضبط بالحدود ده ده ما سموش تعارف ده اسمه ايه؟ ده اسمه سوء استعمال لوسائل التواصل تاني كده وسوء الاستعمال لوسائل التواصل ده قد يصل بنا إلى حد الحرام احنا بنتكلم على ان وسائل التواصل غلط؟ لا بنتكلم على اني ان الناس تعرف بعضها غلط؟ لا ما الناس بتعرف بعضها في الجامعات بتعرف بعضها في الجامعات يعني ايه؟ بيبقوا زملاء في الجامعات زملاء في الجامعات يعني ايه؟ عارف اسمه واسم والدته وعارف لان شفت شهادة ميلاده وعارف هو شاطر في ايه او ده تعارف ونتعامل مع بعض بالاخلاق وبالضوابط الشرعية اه ده زي الفل نيجي بقى ندخل بقى في التعارف التاني بقى التعارف اللي حصلت فيه سيولة وما ينفعش ان المفتي يا جماعة يكون مغم عن ايه ما ينفعش ان المفتي يغم عن ايه عن السيولة السيولة التي حدست في العلاقات السيولة في العلاقات يعني ايه ييجي حد يشتكير يقول له والله احنا كنا في التعارف وبعدين انا يبدو ان انا وقعت وقعت في معصي اه وقعت في كبيرة لأ نخلي بان التعارف اللي من هذا النوع لا حرام لكن التعارف ان انا بتعرف على حد لقاء ان احنا بنبتدي عملية الخطوبة فنتعرف في الحدود حدود الاعراف وزيك الكلام هنا بيبقى بالمعروف يعني ايه بالمعروف هنا بقى بتنفعنا جدا جدا التقاليد والقيم يا سلام هنا بتريحنا شوي بتريحنا ليه بدل ما حد يطلع يقول لنا سد الزريعة وما حدش يعرف حد والاختلاط حرام وما حدش يعرف حد ويفسل اليسيدي ده عنده تيجي بقى الاعراف وتعمل ايه وتقوم مقام الضابط ولزيك لقينا ايه يبقى هنا العادة محكمة والاعراف الصحيحة يبقى ايه ناخد بيها يبقى ايه اللي يحصل ونأمر بيها ونأمر بيها ليه لانها بتعمل لنا ضوابط يبقى ايه اللي حصل خذ العفو وامر بالعرف نعمل كده بقى ناخد الاعراف الصحيحة دي ونعتبرها طب نعتبرها ليه بقى لانها بتسهل لنا حاجات كتيرة جدا جدا حصلتنا من المشكلات في ده فاذا كانت التعارف مبني على الاعراف والكلام فيه بالمعروف اهلا وسهلا دخلنا في اي شكل من اشكال السيولة في العلاقات والسيحان ده لا اللي بيوصل لنا مشاكل كتيرة اهو ده الطريقة المتزنة لا تقفل الدنيا ولا في نفس الوقت إلا حاصل لا تغلق الدنيا فإلا حاصل فيجي حد يقول لي والله احنا بنعمل مشروع مع بعض وما عندناش الوسائل للتواصل الاجتماعي فجيقول له لا ما فيش تواصل خالص لا ما مشاكل ينفع ده لكن ما ينفعش في نفس الوقت يبقى عندنا تعارف ويبقى احنا عادين في تعارف فيبقى عندنا تواصل بوسائل فيها كشف العورات لا مشاكل ينفع ده برضو حرام يبقى لازم نحتفظ بماذا بالاعرف ليه الشخص اللي بتعرف عليه ده مالوش اي علاقة بي تسمح لي ان انا اكشف لا عورات الباطنة ولا عورات الظاهرة عليه كلام واضح عشان ما يجيش بعد كده نشوف حالات اللي ابتزاز الكتير اللي حصلت الايام دي ابتزاز مالوش اخر يبقى احنا لازم نكون منضبطين في الكلام عن هذه المسألة لاننا ما انضبطناش في الكلام عن هذه المسألة هيحصل عندنا مشاكل كتير جدا فلازم نبص بعين الاعتبار للكلام ده اذا ما ينفعش ان انا افسر الاية بهذا المعنى سؤال بعد كده بيقول لو سمحت حضرتك عندي سؤال في زوج كل شوية عار زوجته بانها زوجة حنانة وانها من النساء اللي ربنا حرم حرم الزواج منها يا نها ربي يض ومن انت متجوزها ليه مع انها ما اثرتش في حاجة معاه بس هو مش عايزها تزور اهلها خالص مع انهم مش بيدخلوا في حياته هم في مشاكل حياتهم وما فيش عقل بيدخلوا في حياة حد وإيه تعليقك على القول ده عامة ان الزوج بيعير زوجته به على اساس انه هو قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضرت النبي في الحديث لما كان بيرشد الشخص اللي ما يجوز الحنانة ولا منانة ولا الانانة لا حضرت النبي بيقول له ايه وهنا التوجيه النبوي محمول على ان افضل ما تعملش كده اما وانك انت تجوزت حد ما يجوز ان انت لا تسبه ولا تختابه ولا تعيره لان المعايرة دي سخرية ولا عازه بالله والله سبحانه وتعالى قال لا يسخر قوم من قوم انت كده بتأذيه والأذيه حرام والمعايرة ظلم وانت كده بتكسر بخطرها فاللي بيحصل ده ولا عازه بالله حرام وقد يكونوا كبيرة اذا كان في واحد بيظلم حد زي بالزبط كلنا بنحب اهلنا هو مطلوب ان واحد لما يجاوز واحدة تكره اهلها وتفارقهم ومتعرفهمش ده من سوق الاخلاق ده وانت لو كنت طالب من زوجتك ان هي تعمل كده ازاي هتأمن تربع اولادك ازاي تم ايها تعمل